اشتركوا في القناة ليبدأ بعد ذلك أهم تفاصيل اللقاء واضح أن عندكم ثقة في اختياره برغم الأرض الصام يعني راح أماكن خارج في العالم تشارك في البلاد حينها فنحن حطينا يعني أكثر يحطة الثقل على ومير المملكة نحن عرفنا أن أرضيتها صعبة هذا أولا ثانيا خيل جديد ما تأدي على الأرضية الصعبة تحتاج خيل خضرة اليوم تبتين أم سبن تخلوا عن الحذر وأصبحوا أكثر هجوميين وهو يمكن هذا نفس التفكير أفتري أفتري من هجوم 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 ويخليها تكسب كثير اليوم لاحظت هالتغيير في أم سبن؟ أم سبن يعني بالنسبة لي أنا من أفضل الصبل فعنده قدرات أن يتحكم بالسباق عندك أنت ذخيرة وعندك فرسان جيدين تيبقى تتحكم بالسباق تقدر تتخف متى ما تبقى أم سبن هو العمود الفقري للسباق الفوز فايزين أورجي مشاركتنا مع أخوان من السعودين فوز لنا نحن أما كعروض بنقدم أفضل عروض إن شاء الله لخط النهاية تقدر خطوط الحمراء وفي العروض اليوم أنت اسمه بس كغراب شو قاعدين يصوي أنا أتوقع أن الكل بيقدم أفضل ما عنده ونحاول أن نشكل عرض ممتع للجماهية عشان يعرفون ويشوفون كيف سباق القدرة صح بدينا من الفجر بس لازال عندنا انفاقة أن يقدمون وليل الشيخ راشد هادي اليوم هادي نفس الصام راسد راكب شيبة الشيخ المالي هو عميد حوالي نفس العمر نفس العمر ولكن هذا عند الخبرات يوم أتكلم عن الخبرات سأتكلم عن هذه الخيلي يعني أنا أشوف من الأكبر القيول اللي هم مشاركة اليوم زعامة وميض وحسان أحب حرام ما كنا نشارك لهم زمان يعني يوم شفت الأرض هذي حرام ما كنا نشارك لهم زمان ولو نفسك شي يتغير في التراك يكون؟ أنا أقول ما يغيرون شيء للناس اللي هي نجاي وبركة بشأنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر